إن ثبتت صحة هذه الوثائق فأتوقع أتوقع مجدر جديد لملف سوناتراك حتى فيما يتعلق بالتحقيق وربما قد يطال لأنه يستحيل شخص واحد أن يقوم إذا ثبت إذا ثبت تورطه في اختلاس ملعام يستحيل أن يقوم هذا الشخص لوحده بمثل هذه العامة سيكون هناك شركة ورؤوس أخرى قد يرفع عنها القناع وتسقط رؤوس كثيرة في هذا الملف وهذا ما يتمناه المواطن الجزائري وأعتقد أن الحكومة بهذه المبادرة بهذا الإجراء الذي سرب عنها البارحة فيما يخص هذه الوثائق المسربة التي تكشف مع معاملات مشبوهة لشكيب خليل أثناء ترأسه على القطاع الطاقة يعني فيما يخص ما الذي ستضيفه في قضية أو في الملف القضائي لشكيب خليل الذي لا يزال قيد التشكيل ستضيف الكثير ستزيل الليثان عن كثير من نقاط الظل عن مصدر هذه الأموال أنت تعرفي في تولي مسؤولية كهذه على رأس قطاع حساس كهذا في الجزائر يقتضي التصريح بالممتلكات في بداية الأمر فهذا سيمكن من مقارنة التصريح التي قدمها هذا المسؤول يوم توليه المنصب لأنه ملزم حسب القوانين تعالى الجمهورية الجزائرية أن يقدم تصريح بجميع ممتلكته المادية المنقولة منها والعقارية وحتى السندات المصرفية حتى السندات المصرفية في داخل الوطن وخارج الوطن هو ملزم بتقديم تصريح عنها فالتحقيق في هذه الوقاعة سيكشف مدى صحة تصريحات التي أدل بها هذا الوزير يوم توليه المنصب وأنا أجيبك الآن أنه ستظهر مفاجآت ستظهر مفاجآت وتنكشف أمور عن الممتلكات الخفية التي تملكها ربما ربما هذا الشخص ومن شاركه في هذه الوقاعة المنسبة إليه أثناء توليه هذه المهمة على رأس هذا القطاع الحساس على رأس قطاع يشكل الرئة الاقتصادية للدولة الجزائية إذن كاخران سأقول لك أن هذا التحقيق سيكشف الكثير 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 حتى أمور لم نكن لم نكن نعلمها ترجمة نانسي قنقر